أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهداً وحفاوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء على العرش استواء له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثراء يعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسه وهو علام الغيوب هو أعلم بكم إذ أنشاكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون يمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقل ربي زدني علما وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهده واتبع سنته إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين فنعم المولى ونعم النصير وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمةً للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جاز نبيًا عن أمته ثم ما بعد أيها الأحبة في الله ما زلنا وإياكم مع سورة البقرة السورة التي هي من أبرك سور القرآن فسطاط القرآن سنام القرآن السورة العظيمة الجليلة التي استغرق نزولها عشر سنين نزلت في مدة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة صاحبته السورة من أول مقدمه إلى أن كانت مودعةً له بآخر آياتها قبل موته فآخر ما نزل عليه من القرآن واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفسٍ ما كسبت وهم لا يظلمون فما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية من القرآن شيء خُتِم بها نزول القرآن وصلنا إلى قوله تعالى إن الذين كفروا سواءٌ عليهم أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ طبعاً الكلام مُتَمِّم لما قبله وما قبله حديث عن أحوال الناس مع القرآن فقال تعالى أَلِفْ لَامِّم ذلك الكتاب لا ريب فيه إذن هذا الكتاب لا ريب فيه فما أحوال الناس معه أحوال الناس مع هذا القرآن ثلاثة الناس مع القرآن ثلاثة أقسى القسم الأول اهتدوا به وآمنوا به وصدقوا كل ما فيه وعملوا بكل أمر فيه وتوقفوا عن كل نهي فيه والتعظوا بكل موعظة فيه هؤلاء هم المتقون هدى للمتقين هؤلاء هم الذين يؤمنون بالغيب الذي ورد ذكره في القرآن لأن أي غيب لم يرد ذكره في القرآن أو يرد في السنة فالآن أؤمنوا به لأنه لا يعلم الغيب إلا الله أو ما أطلع عليه رسوله فلو جاءنا شخص وتحدث بأمر غيبي لا دليل له من كتاب ولا سنة فلا عبرة بكلام إنما العبرة بمن يعلم الغيب ومن يعلم الغيب الله عالم الغيب والشهادة ومن أطلعه الله على الغيب كالرسول صلى الله عليه وسلم إلا من ارتضى من رسول طيب إذن يؤمنون بالغيب وهذا الغيب في الكتاب وهذا الغيب دل عليه الكتاب ويقيمون الصلاة وهذه الصلاة أمر به الكتاب ومما رزقناهم ينفقون وهذا الإنفاق أمر به الكتاب أنفقوا مما رزقناكم والذين يؤمنون بما أنزل إليك هذا الكتاب واحد أنزل إليك والسنة أنزلت إليك كما أنزل إليك الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه وقال الله عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فكل كلامه صلى الله عليه وسلم وحي منزل من عند الله سواء كان قرآن يتلى أو كان حديث يقرأ سواء كان الحديث قدسيا أو كان الحديث شريفا أو كان خبرا تناقلته الصحابة عن النبي من فعله أو من تقريره فلا يفعل صلى الله عليه وسلم إلا حقا ولا يقر إلا حقا ولا يقول إلا حقا فهو صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر طيب يؤمنون بما أنزل إليك القرآن وما أنزل من قبلك الكتب المنزلة من قبلك على الأنبياء وبالآخرة هم يوقنون إذن هؤلاء المجموعة يؤمنون بالكتاب طيب من لم يفعل هذا من هم أولئك الذين كفروا أولئك الذين كفروا بالقرآن أولا ومن كفر بالقرآن كفر بكل ما فيه وكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه لذلك قال تعالى في هذه الآيات بعدما ذكر أولئك الذين آمنوا بقسميهم لأن الإيمان إيمان يكون ابتداءً كحال العرب لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم يعني ما جاءهم كتاب من قبل هذا ما جاءهم رسول من قبلك فتنذرهم فيؤمنوا كحال العرب الذين آمنوا بمكة وهناك طائفة أخرى أنزل عليهم كتاب وبيّن لهم في كتابهم أنه سيأتي رسول اسمه محمد يعرفونه كما يعرفون أبناءهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون طبعاً أهل الكتاب يؤمنون الذين آمنوا منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به بموجب ما في كتبهم منزل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يجدونه مكتوباً عندهم النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل إذن هنا يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أما أولئك العرب الذين لم يعلموا بكتاب أنزل من قبل وآمنوا بك فإيمانهم بك ابتداء يكفي وإن كانوا يؤمرون أيضاً بالإيمان بما نزل على الذين من قبلك إيماناً إجمالياً بينما أهل الكتاب يؤمنون إيماناً تفصيلياً لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم طيب كيف عرفوه كما عرفوا أبناءهم لما وجدوه مسطراً عندهم في كتبهم ومنزل على أنبيائهم أما العرب فلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم حتى إن أهل المدينة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجراً ما عرفوه فكانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبا بكر وما عرفوا النبي حتى قام أبو بكر رضي الله عنه يضل لأن أبا بكر كان فيه من الشيب ما ليس في النبي صلى الله عليه وسلم فظنوا أن صاحب الشيب هو الرسول بينما الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في رأسه ولحيته من الشيب إلا إحدى وعشرين شيبة يغلب على رأسه ولحيته السواد شباب عليه الصلاة والسلام طيب إذن لم يعرفوه بينما اليهود عرفوه وهو صبي عرفوه وهو صبي وحير الراهب لما رأاه عرفه ونظر خاتم النبوة بين كتفيه وقال أين والده قال أبو طالب أنا والده قال لا لا ينبغي لي والدي هذا الغلام أن يكون حياً قال صدقت أنا عمه الشقيق لقد مات والده فبدأ ينظر إليه ويقلبه قال هذا هو نبي السعى هذا نبي العرب هذا خاتم الأنبياء ثم نصح عمه قال ارجع به فوالله لو أبصرته يهود لقتلته فكانت هذه حسنة من حسنات بحيرة الراهب الذي بيّن صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي يجدها في التوراة والإنجيل مكتوبة طيب إن الذين كفروا والكفر لا يكون إلا بعد العلم لذلك ينبغي أن نعلم أن الكفر أنواع الكفر لا يكون إلا بعد العلم ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به لأن الكفر يكون تغطية الكفر لغة التغطية والستر والتغطية للمغطى سابقة على المغطى أم لاحقة؟ سابقة أم لاحقة؟ عندما تغطي الشيء هذا الشيء الذي غطيته كان موجود قبل أن تغطيه يالك يبقى السؤال المطروح إذا كان الكفر هو التغطية والستر فما هو الشيء الذي كان موجودا ثم غطيه؟ هذا الشيء سنبينه لنبين أنواع الكفر إن كان المغطى هو الفطرة التي هي الإيمان بالله وقد فطر الله الخلق عليها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فكل مخلوق خلقها الله فطرة أي خلقه على أنه رب العالمين واحد وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا إيه؟ بلى إذن أقروا واعترفوا بأن ربهم الله فإذا جاء واحد وقال لا إله والحياة مادة قال لا رب قال ما علمت لكم من إله غيري قال أنا ربكم الأعلى إلى غير ذلك من الدعواء نقول إن هذا كفر لأن فيه تغطية لحقيقة لا ينبغي أن تغطى وهذه تغطية للعقل أساساً لأنك تعال أنت يا فرعون تقول ربكم الأعلى صح؟ طيب أبوك وأمك من ربهم إذا كنت أنت غير موجود قبل أبيك وأمك؟ طيب يلا من ربهما؟ طيب أبوهت الذي كفر لذلك النمروذ لما غطي على قلبه وظن أن الربوبية هي حياة أن الربوبية هي ملك لشيء معين من أمور الحياة ادعى الربوبية في العراق وقال إنه رب وناظره إبراهيم قال الله جل جلاله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك شوف أعطاه الله الملك جعله ملكا جعل الناس تحت أمره طغى وتكبر وقال خلاص أنا رب طيب إبراهيم عليه السلام أخذي حاورة يناقشة إيجاد له طيب أنت رب نعم يا سلام لكنك إيش علامة أنك رب قال له يا إبراهيم إيش علامة الرب ربك إيش ميزته إبراهيم عليه السلام رد عليه الرد الأول قال ربي الذي يحيي ويميت طبعا هذا الجواب يكفي المجرم النمروذ قال أنا أحيي وأميت إبراهيم لو أراد يقطع المناظرة ممكن يقول له تعالي جيب شخص واحد اقتله ثم أحييه بعد قتله لكن هذا الشيء يمكن يغضب ويقتل إبراهيم مباشرة يقوله نبدأ بك أنت قتلك ثم نحييك فإبراهيم أبعد الحوار ليش كفر غطى حقيقة معلومة بالعقول أنه مخلوق وليس بخال واضح إذن هذا نوع من الكفر ويسمى كفر الجحود هو كفر النمروذ جحد وكفر فرعون جحد فرعون يعتقد أنه مربوب وأنه مخلوق وأن الله هو الأعلى ولذلك مما يدل على اعتقاد فرعون علو الله ومخالفة كلامه لاعتقاده ننظر إلى كلامه وننظر إلى اعتقاده من خلال القرآن طيب إيش يقول قال أنا ربكم الأعلى يا سلام طيب تعال شوف اعتقاده يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى يا سلام أنت الرب الأعلى وطيب تطلع حتى تشوف رب موسى فوق إذن من الأعلى أنت أم رب موسى اعتقاده أن الله هو الأعلى وقوله مختلف مع اعتقاده فدل على كفره أي تغطيته لاعتقاده الذي يعتقد بقوله الذي يقول واضح لكم هذا أيضا نعم الكفر هذا كله يسمى كفر الجحود التغطية الستر ومنها كفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم اليهود آمنوا بمحمد قبل بعثته فلما بعث كفروا به كيف آمنوا قبل بعثته فلما بعث كفروا به ويش اللي جاء باليهود عند المدينة ما الذي أتى باليهود إلى المدينة المنورة وكانت مدينة المعروفة بالحمى حمى يذرب كانت يطلق عليها يذرب من الثرب وهو المرض فجاءت اليهود وجلست وتحملت وصبرت ورابطت في هذه المنطقة ليه لأنهم يعلمون في الكتب المنزلة عليهم أن هذه المدينة ذات النخيل والمياه التي هي بين لابتين شرقية وغربية التي هي بين الحرة شرقية والغربية شمالها جبل أحد وجنوبها جبل ذور هذه البقعة هي مكان هجرة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم لكن كان عندهم اعتقاد أن هذا النبي الخاتم يهودي سيخرج من نسل اليهود من بني إسرائيل لأن الله عودهم خلال السنين الماضية أن الأنبياء أغلبهم منهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء لكن دوام الحال من المحال كان فيكم أنبياء وانتهوا خاتم أنبياءكم عيسى الذي قلتم قتلته يعني يبعث لكم الله داود يبعث الله إليكم الأنبياء نبي بعد نبي فتقتلون وتأسرون وتشردون ومع ذلك تفتخرون أن فيكم الأنبياء آخذ نبي عيسى ماذا قلتم عنه وماذا فعلتم له حتى رفعها الله إليه ولما رفع الله كذبتم برفعه وقلتم قتلنا المسيح عيسى بن مريم وما قتلوه وما صلبوه يقتلون الذين يأمرون بالقصد من الناس هل هؤلاء أهل أن يبعث إليهم رسول ليُقتل؟ ليُصلب؟ فالله عز وجل رفع الرسالة عنهم وجعلها في ذرية إسماعيل لأن الرسالة بعد إبراهيم جعلها الله في ذريته قال تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب فالكتب المنزل من بعد إبراهيم على ذريته والرسالة المرسلة من بعد إبراهيم إلى ذريته مِن لَتَ أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ لكن إبراهيم عليه السلام له ذرية أولهم إسماعيل وكان نبياً وآخرهم من الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم ودخل في ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام من الأنبياء شعيب عليه السلام فهو من ذرية إسماعيل عليه السلام وكذلك كان من قبل إسماعيل عليه السلام في العرب إذا قيل أن للعرب وجود صالح عليه السلام فأنبياء العربي أربعة أنبياء العربي أربعة صالح في شمال الجزيرة وهود في جنوب الجزيرة وشعيب في أرض الشام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الحجاز طيب إسماعيل إسماعيل ابن إبراهيم وإبراهيم عبري وإسماعيل مستعرب استعرب باللسان لكنه أب للعربي وإبراهيم أب للعربي وليس من العرب فعلم أن العربية لسان وأن الانتساب لها انتساب لللسان فمن كان لسانه عربي فهو عربي ولو لم يكن أصله عربي ومن لم يكن لسانه عربي فهو عجمي ولو كان أصله عربي طيب إن الذين كفروا أيضا هناك كفر آخر وهو كفر الاستكبار مثل كفر من؟ إبليس إبليس يعلم علم اليقين أن آدم عليه السلام خير منه وآدم عليه السلام علم من العلم ما لم تعلمه الملائكة فضلا أن يعلمه إبليس علم الله عز وجل آدم وعلم آدم الأسماء كلها وبان فضل آدم على الملائكة وأمر الله الملائكة بالسجود لآدم تكريما له فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن من الساجدين إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين هذا الكفر اسمه كفر الاستكبار ومثل هذا الكفر كفر بعض المشركين اللي كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان فقيراً وهم أغنى منه لأنه يوجد في القريتين الطايف ومكة من هو أعظم منه وأكثر مالاً فهذا كفر الاستكبار مثل كفر بعض الناس إذا جاء أحد الدعاة يقول من وين هذا فإن كان ذو نسب وحسب ومال واستجاب له وإن لم يكن كذلك استكبار عليه فالعبرة ليست بمن يأتيك ومن يتكلم بين يديك إنما العبرة بما يقول فإن قال حقاً فأهلاً وسهلاً ومرحباً بالحق مهما كان قائله وإن قال باطلاً فذا رده الله مهما كان أيضاً قائله فالعبرة لذات القول لا للقائل فالاستكبار هو نظر للقائل بغض النظر عن مقوله وهذا استكبار إن كان القائل وصاحب هذا القول أنت أعلى منه استكبرت عليه فإبليس استكبر على آدم لأنه نظر إلى الأصل قال أصل آدم الطين وأصلي أنا النار فكيف يكون أصل النار وأسجد له وهو أصله الطين طيب من الذي أخبرك أن النار خير من الطين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين هذا استعداء هذا يسمى أي يعني استعلاب الأصل يستعلي بأصله أنا أعلى منه شأناً لأن أصلي نار وهو أقل مني شأناً لأن أصله طين طيب هذه النار قد خلقت منها وسترجع إليها وهو خلق من الطين والطين أصل النبات وهي الجنة وسيرجع إليها فالنبات يموتويل في الطين طيب والماء في الطين إذن التراب أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعاً لكم إذن مع الطين المتاع ومع النار التذكرة والمتاع أيضاً أفرأيتم النار التي تورون أنتم من شأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً لكن متاعاً إلى حين وبعد ذلك الحين لا متاع فيها أبد الآبدين لكن الطين والماء متاع إلى حين ومتاع أيضاً بعد ذلك أبد الآبدين عندما تدخل الجنة سيكون هناك نبات وماء وجنة تجري من تحتها الأنهار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فقيل لآدم اسكن أنت وزوجك الجن هو قيل لإبليس أخرج منها مذؤوماً مدحوراً إذن هذا الكفر كفر إيش؟ استكبار علو وهذا الاستكبار نفسه الذي حصل لفرعون استخف قومه شاف نفسه أعلى منهم قال أنا خير أم هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين استكبار طغيان إذا بلا فرعون إنه طغى إيش معنى طغى؟ استكبر علا وهذا كفر الاستكبار إذن إن الذين كفروا سواء كفروا استكباراً أو كفروا جحوداً أو كفروا نفاقاً هناك نوع ثالث من الكفر وهو كفر النفاق ما هو كفر النفاق؟ كفر النفاق هو كفر الخداع يظهر شيئاً ويبطن غيره يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم إذن هناك أمر مغطى في القلب مستور لا يعلمه الناس وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون فهناك مستور عن المؤمنين وهو كفرهم ومستور عن الكافرين وهو إيمانهم فهم مع هؤلاء المؤمنين مؤمنون ومع هؤلاء الكافرين كافرون فهذا كفر لأنه لا يقبل إلا إيمان لا كفر فيه أو كفر لا إيمان فيه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ورح هذا يسمى كفر إيش؟ النفاق وسنأتي إليه عندما يبين الله عز وجل الكلام ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين إذن الناس هنا ثلاثة أقسى مؤمن وتقدم الحديث عنه وكافر واضح وسنتحدث عنه الآن ومنافق ذا الوجهين ليس بواضح لا إلا هؤلاء ولا إلا هؤلاء المؤمن تحدثت البقرة عنه في خمس آيات وانتهت والكافر تحدثت عنه في آيتين وانتهت بقي المنافق بين بين هذا تحدثت البقرة عنه في ثلاث عشر آية تصف وتبين وجاءت سورة التوبة بحذافيرها تبينهم وتفضحهم وتذكر كل ما يتعلق بهم فما تركت التوبة سورة التوبة من المنافقين صغيراً ولا كبيراً إذا بيّنته طيب إن الذين كفروا طيب كيف تعرفهم المؤمن يُعرف إيمانه بالقرآن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته شسير زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون إذا واضح تأثر المؤمن بالقرآن طيب الكافر ليش ما يتأثر الكافر حيل بينه وبين القرآن قال تعالى إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِيَذَانِهِمْ وَقْرَى وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى يعني القرآن فلن يهتدوا إذا أبدا وقال تعالى في الآية التي بين يدينا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سواء عليهما أنذرتهم يعني بالقرآن أم لم تنذرهم بالقرآن لا يؤمنون لماذا لا يؤمنون كبقية الناس لأن الله ختم على قلوبهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة إذن قوله تعالى ختم على قلوبهم فلا يمكن للقرآن أن يصل إلى قلوبهم وختم على سمعهم فلا يمكن لهم أن يسمعوا القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه هذا منطقهم وأيضا جعل على قلوبهم غشاوة فلا يبصروا نور القرآن فالقرآن نور يصل للقلوب قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبول السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور لكن هؤلاء الكفار على قلوبهم غشاوة وعلى سمعهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة فلا أبصارهم تبصر نور القرآن ولا آذانهم تسمع القرآن ولا قلوبهم تفقه القرآن لهم قلوب لا يعقلون بها لهم آذان لا يسمعون بها لهم أعين لا يبصرون بها صم بكم عمي فهم لا يعقلون هذا حال المنافقين وهذا حال الكافرين مع القرآن طيب إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم ليش سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لماذا يتساويان لأن النذارة لا تؤثر إلا في المؤمنين إنما تنذر أنت يا رسول الله إنما تنذر من اتبع الذكرى لهو القرآن وخشي الرحمن بالغيب لهو المؤمن لأن يؤمنون بغيب ويقيمون الصلاة وما رسقناهم ينفقون هؤلاء هم الذين يستمعون لك وينتفعون بك الذين يستمعون القرآن فيتبعون أحسنه هؤلاء هم الذين تنذرهم هم الذين تذكرهم فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى واضح إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون يبقى معنا أسئلة سؤال الأول من هو الكافر هل كل من لم يدخل الإسلام كافر أنا أقول لك وبالفم الملي كل من على وجه الأرض كافر معقول؟ نعم معقول لا يوجد على وجه الأرض إلا كافر كيف؟ كافر بالطاغوت مؤمن بالله كافر بالله مؤمن بالطاغوت هم اثنين فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لنفصام لها والله سميع عليم إذا لا يمكن مؤمنا أن يكون مؤمنا بالله حتى يكفر بغيره قولك لا إله كفر إلا الله إيمان لو أعجب يدخل الإسلام قلنا له يا هذا قل لا إله إلا الله قال لا إله وسكت هذا مؤمن والله كافر هذا كافر هو قال لا إله هذا نفو وجود الله لأن النفي ليس على إطلاقه طيب لو جاب يدخل الإسلام قلنا له قل لا إله إلا الله قال إلا الله ولم يقل لا إله مسلم الله كافر كافر إلا الله إيش قبلها استنيت الله من إيش يمكن يعتقد أؤمن بكل شيء إلا الله لا أؤمن به ممكن فإلا الله لا تكفي ولا إله لا تكفي فلا إله كفر إلا الله إيمان أو إثبات هذه نفي والنفي كفر وهذه إثبات والإثبات بعد النفي إيمان والإثبات من دون النفي لا يكفي مثل لو جاءك واحد قال لك الله إله إله السماوات صح الله إله السماوات لكن هل معه إله أم لا لو كان فيهما آلية إلا الله لفسدتها فلابد أن تقول لا إله ما معه شيء ما معه إله وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولو الحمد وهو على كل شيء قدير إن الذين كفروا نفهم من هذا الدرس أو من هذه المقدمة أن الكفر لغة الستر والتغطية وأن الستر والتغطية لا بد أن يكون قبلها مستور ومغطاء وهذا المستور والمغطاء إن كان فطرة فهذا كفر بعد الفطرة فأبواه يهودانه ما من مولود إلا ويولد على الفطرة يعني على الإسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يهودانه ستر فوق الفطرة ينصرانه ستر فوق الفطرة يمجسانه ستر فوق الفطرة أو يتركانه يبقى مسلم فهذا ليس فيه ستر بل مسلم على حقيقته منذ أولد على الإسلام وحيا على الإسلام ويموت يوم يموت على الإسلام والسلام عليه يوم أولد لأنه أولد على الإسلام ويوم يموت لأنه يموت على الإسلام ويوم يبعث حيا لأنه يبعث على الإسلام لم يشرك بالله لا بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه ولا بماله فهو مسلم لله جل جلاله شعاره قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين طيب الكفر درجات هناك كفر عظيم أعظم وهناك كفر دونه وهناك كفر دون ذلك فالكفر درجات كما أن أو الكفر دركات كما أن الإيمان درجات فمثلا من كفر بالله هذا على درجات الكفر دونه من كفر بنعمة الله كفر النعمة كفر النعمة أن ينعم الله عليك نعمة وتشحدها يقول ما في نعمة ما نعم الله عليه هذا كفر لذلك أعطيكم ثلاث مسائل مهمة هي سر الإيمان وهي سر الكفر الله عز وجل ابتلى قلوب عبادي بثلاث بكم بثلاث أمر لتعظيمه ويسمى الآلاء لتعظيم من؟ الله ويسمى الآلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان ومعرفة الآلاء تفيد تعظيم الرب فالسماوات من آلائه والأرض من آلائه والخلق جميعا من آلائه قال الله جل الجلال الرحمن علم القرآن القرآن من آلائه خلق الإنسان خلق الإنسان أصلا وأطوار خلقه من آلائه علمه البيان تعليم الإنسان النطق واللغات التي يتحدث بها الخلق من آلائه الشمس من آلائه والقمر من آلائه بحسبان والنجم النبات الذي يكسو الأرض من غير سيقان من آلائه والشجر الذي بسيقان من آلائه والنجم والشجر يسجدان والسماء من آلائه رفعها ووضع الميزان العدل الشرع من آلائه ألا تطقوا في الميزان وقيموا الوزن بالقصة ولا تخسروا الميزان والأرض من آلائه وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلائه ربكما تكذبان هذه آلائه جل جلاله التي تفيد تعظيمه في القلوب فمن نظر إلى السماوات عظم الله الذي بناها ومن نظر إلى الأرض عظم الله الذي دحاها ومن نظر إلى الجبال عظم الله الذي أرساها ومن نظر إلى الخلق كيف خلقهم الله عظم الله الذي هذه قدرته وهذا خلقه إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول لو كن فيكون إذن القلوب تعظم الخالق بالنظر إلى آلائه جل جلاله واضح أثنين ابتلاها بالحب الحب منطو تحت نعمائه والفرق بين الآلاء والنعماء أن النعماء ما خص بك من الآلاء لك يسمى نعماء وما هو مشترك مع الآخرين يسمى آلاء فالآلاء تفيد التعظيم والنعماء تفيد المحبة فمثلا أخطيك مثال لو أن شخص ملك من ملوك الدنيا ملك الدنيا كلها تعظمك مثل سليمان تعظمها شخصية عظيمة مثل القرنين شخصية عظيمة تشعر أنه عظيم لأنه ملك الدنيا كلها لكن ليس بالضرورة أن يمتلي قلبك بمحبته لكن شخص عظيم عندك لكن عادي بالنسبة للقلب القلب قد يحب وقد لا يحب لكن لو ناداك وقال لك خذ هذا لك وهذا لك وهذا لك مع التعظيم يدخل الحب لأنه دخلت النعماء الله عز وجل آلاءه مبثوذة ونعماءه واصل لعباده كل واحد أعطاه من النعم ما لا يستطيع أن يعده وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ إذن آلاءه تعظمه بها ونعماءه تحبه بها وَبَلَاءُهُ يُخِيفُكَ مِنْهُ البلاء وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ شَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ نَبَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَاهُ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ بلاء في البصر فذهب بصره بلاء في السمع فذهب سمعه بلاء في الصحة فذهبت صحته بلاء في المال فافتقر أيوب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين بلاء في بدني إبراهيم إذبح ولدك إن هذا لهو البلاء المبين وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن إذن أنت مبتلى ومختبر بثلاث بآلاء تعظم الله جل جلاله بها ونعماء تحب الله جل جلاله بها وابتلى يخيفك من الله فقد يجعل الله الآلاء بلاءً عليك وقد يجعل النعماء بلاءً عليك وقد يجعل لك من الآلاء والنعماء والبلاء نعمة كبرى ومنحة قربتك منه حتى جعلك خليلاً وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماماً واتخذ الله إبراهيم خليلاً إماماً خليلاً لأن الآلاء علم أنها لله وعظم الله عليها ولأن النعماء من الله فشكر الله عليها ولأن البلاء ابتلى من الله واختبار فصبر لله فشكر وصبر ولما شكر وصبر في هذه وهذه ذكر فلما ذكر الله كان ذكره شكراً فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون فجمع الله له في قلبه السلامة من سائر الأعراض المضر بالقلب فإبراهيم جاء ربه بقلب سليم واضح؟ إذن الكفر هنا تغطية إما للآلاء مثل ما يقول بعض الذين عندهم اعتقادات منحرفة كالهندوس مثلاً والذين يعبدون الشمس أو يعبدون القمر أو يعبدون الظلمة أو يعبدون النور أو يعبدون البقرة أو يعبدون الشجرة وغير ذلك هؤلاء عندهم تغطية لحقيقة وهي حقيقة أن الآلاء كلها من الله فهم يدعون أن بعض الآلاء لغير الله فماذا يقولون رب الشر ورب الخير إن للشر رباً وإن للخير رباً لا الله عز وجل رب كل شيء وملئكه يقول لك رب الليل ورب النهار لا الليل والنهار آيتين من آيات الله طيب إذا فرقت بين الخلق وشعلت هذا خلق لله وهذا لغير الله هذا كفر إذن هذا كفر في باب إيش؟ الآلاء طيب هناك كفر في باب النعمة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً طيب اسمع الآن النعمة التي تخصك أنت يقصها عليك ربك الذي خلقك لم يكن شيئاً مذكوراً طيب اسمع ماذا فعل ربك حتى أصبحت أنت شيئاً مذكوراً نخلقنا الإنسان من نطفة أنت خلقناك من نطفة نخلقنا الإنسان من نطفة نطفة بس لا أمشاج والنطفة الأمشاج هي التي اختلطت بالبويضة والبويضة خرجت من رحم المرأة والحيوان المنوي خرج من صلب الرجل فجمعهم الله فكون منهما نطفة الأمشاج التي تجري في الرحم أربعين يوماً من نطفة أمشاج طيب ليش خلقناه؟ من أجل البلاء نبتليه أي نختبره هل سيشكرنا على أن خلقناه؟ ويعبدنا ولا يشرك بنا شيئاً وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أم أنه سيشرك بنا ويشكر غيرنا؟ بعض الناس من شدة شركه بالله إذا حملت زوجة وجابت ولد شكر غير الله يقول والله فلان فلان قلت لنبي ولد قال بيشيك ولد وفلان رحت في قبره وقلت أبي ولد وأعطاني ولد من اللي يعطي الولد؟ ومن اللي يعطي البنت؟ ومن اللي يجمع بينهما؟ الله هذه آلاء هذه نعماء من شق سمعك وبصرك ونفخ فيك الروح فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فجعلناه سميعاً بصيراً إنا هديناه السبيل كل هذا إما شاكراً وإما إيش؟ كفوراً طيب تدري إيش الفرق بين الكافر والكفور؟ ما الفرق بينهما؟ الكافر شيء والكفور شيء ثاني إيش الفرق بينهما يا جماعة؟ ها؟ والكفور بمن؟ الكافر اسمه فاعل والكفور أشد كفراً من الكافر الشاكر والشكور الشاكر قد يشكر على نعمة لكن الشكور يشكر على كل نعمة ولذلك قال الله وقليل من عبادي الشكور لكن للأسف أكثر عبادي كفور والكفور قليل الشكر إما شاكراً باسم الفاعل وإما كفوراً ولم يقل كافراً لأنه لو قال كافراً لكان كافراً ببعض النعم مؤمناً ببعضها لكن للأسف وهذا الكفر الذي ذكر في هذه الآية كفر عام يدخل فيه جميع مراتب الكفر إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاهُونَ عَلِيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ على قلوبهم هنا نأتي لمسألة ختم الله على قلوبهم هل تعلم أيها الأخ الكريم أيها الأخت الكريمة أن القلوب بين أصبعين من أصابع الله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله يصرفها كيف يشاء وسمي القلب قلباً ليش؟ لتقلبه القلب لا يثبت ولا يسكت لا يثبت ولا يسكت دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني والعجيب أن دقات القلب تختلف باختلاف المواقف عندما تخاف يزيد دقات قلبك ولا لا ترتفع دقات القلب وعندما تأمن وترتاح وتنام تخف دقات القلب طيب هنا ارتفعت لأن الجسد يحتاج إلى الهروب فيرتفع الضغط فيتأسر على الأعضاء الحركة فينطلق الإنسان يجري وهنا يريد أن ينام فتنخفض دقات القلب وإذا به قد هدأت جوارحه ونام هذا فعل من؟ الله إذن هذا القلب يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله نحن عرفنا الآن هذا القلب دورة مع الدورة الدموية التي تمر على الجسد كله هذا القلب يستقبل الدم الذي في جسدك ويوزع الدم على العروق المتوزعة في جسدك وفيه أنواع من الدم تختلط تجتمع في القلب ولا تختلط العروق التي تخرج من القلب قسمين شرائين وأوردة وأوردة والدم الذي في العروق مختلف الدم الذي في الشريان يختلف عن الدم الذي في الوريد هذا الذي في الوريد رقيق سائل وهذا الذي في الشريان غليظ الشريان فتحته كبير وهو عرق كبير ويسمى الأبهر يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن الأكلة التي أكلتها يوم خيبر قطعت أبهري بينما الأوردة دقيقة ورقيقة والدم ومتفرقة في جسد الإنسان والشريان له طريقه في الظهر له طريقه في الجسد ويصيل الدماغ إلى غير ذلك كل هذه الدماغ تجتمع ولا تجتمع مصدرها القلب ومرجل الدمين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان كالبحرين لا يلتقيان هذا القلب الذي هو سر صلاح جسدك وصحته له علاقة بالعقل الله عز وجل امتن به فقال والله أخرجكم من بطون يمهاتكم لا تعلمون الشيء واجعل لكم السمعة والأبصار والأفئدة يعني القلوب وقال تعالى من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا طيب هل الصدر الظاهر لنا يضيق ويتسع والله زي ما هو في الظاهر شو رأيكم هل الواحد الكافر إذا أسلم صدره يكبر والله نفس المقاس نفس المقاس في الظاهر لكن الحقيقة أن انشراح الصدر شيء معنوي متعلق بالقلب لأن هذا المسجد لو أطفانا الأنوار شعرنا جميعا بالضيق فإذا اتغدت الأنوار شعرنا بالسعة كذلك القلب إذا قلف نور الإيمان فيه انشرح وإذا أظلم بالكفر ضاق من يريد الله أن يهديه يشرح صدره بيش بالإيمان طيب الإيمان نور يقلفه الله في قلب العبد قال تعالى نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وقال ومن لم يشعل الله له نورا فما له من نور وقال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وقال عن الكافر أو كظلمات في بحر لجي يخشاه موج من فوقه موج من فوق سحاب غلمات بعضها فوق بعض البحر أكبر من البر لكن البحر أضيق من البر البر واسع رغم صغره نسبة البر كم ثلاثين في المئة نسبة البحر كم سبعين في المئة إلا قليل ومع ذلك هذا البحر المتسع ضيق وهذا البر ضيق واسع واضح طيب إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم ما هو سر الختم الختم لا يكون إلا على علم لا يختم على قلب صاحب جاهل قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا والختم بعد العلم ثبات على الحال الذي ختم عليه القلب يقبل ويدبر يقبل ويدبر إن هذه القلوب لها إقبال وإدبار فإذا ختم عليه وقت الإدبار لا يقبل وإذا ختم عليه وقت الإقبال لا يدبر واضح طيب هذا الختم وقت الإدبار ويسمى الغلف وقالوا قلوبنا غلف وهذا الختم ويقال أيضا للطي لأن الكتاب إذا ختم يطوى فإذا طوي صغر يوم نطوي السماع كطي السجل للكتب القلب له أحوال أول حالة للقلب أن يكون قلب عادي يسمى الفطرة ليس فيه شيء قابل للخير وقابل للشر فإذا صاحب سمع الخير أو نظر الخير أثر المسموع والمنظور فيه فالمسموع يسمى تدبرا والمنظور يسمى تفكرا والتدبر للمسموعات مؤثر في القلوب حسب ما يقتضيه المسموع والتفكر في المرئيات مؤثر في القلوب حسب ما يقتضيه المرئي فمن استمع للشهوات ونظر للشهوات أثر الاستماع والنظر في قلبه مرض الشهوة كما قال تعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض لكن من استمع لكلام الله ونظر لخلق الله دفعه الاستماع والنظر للانتفاع فانتفع بالمسموع وانتفع بالمرئي ففتح في قلبه عين يبصر بها أحسن مما يبصر بعينيه الباصرتين نها لا تعمل قلوب ولكن نها لا تعمل قلوب ولكن عفوا نها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور طي ما الذي يعمل قلوب الذنوب قال تعالى عن شأن الذنوب كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أي تجمع على قلوبهم الران فغطى عيون قلوبهم فلا يبصرون بقلوبهم شيئا ولهذا كان هناك بصر وبصيرة وبصائر وأبصار فالبصر فارجع البصرة هل ترى من فطولهم مرجع البصرة كرتين ينقلب إليك البصر خاسئ هذا بصر العين لكن البصيرة والبصائر هذه لا ترجع خاسئة أبد هذه إذا فتحت فإن نظرها يصل لعرش الله ويصل الآخرة ويصل الجنة ويصل الغيب فيصبح الغيب شهادة ولذلك قال تعالى وبالآخرة هم يوقنون واليقين لا يكون إلا بالمشاهد المنظور أو المسموع أو الشيء الذي وصلت إليه سواء كان علم يقين أو عين يقين أو حق يقين وهذه درجات العلم اليقيني والآخرة غيب فكيف أصبح الغيب يقينيا إلا بقلب سليم فتحت البصيرة فيه فنظر صاحبه بعين قلبه إلى الغيب فشاهده دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد أحد الصحابة اسمه حنظال نايم في المسجد فضربه برجلة أي قضى قال قم يا حنظال أي قضى فجلس حنظال فلما رأى النبس وقام قال يا رسول الله لقد أصبحت اليوم مؤمنا حقا قال يا حنظال لكل مقال حقيقة فما حقيقة مقالك أنت تقول مؤمن حق ما الحقيقة ما الدليل كيف حكمت على نفسك يا حنظال أنك الآن أصبحت مؤمنا حقا اسمع الجواب قال يا رسول الله لقد أصبحت وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا طيب كيف ينظر بعينيه أم بقلبه بالقلب أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتنعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون يعني أصبح ما يقرأه في القرآن حقيقة يعتقدها يشاهدها بقلبه ولذلك تجد بعض المؤمنين إذا مروا بآيات الوعيد بكوا تأثروا من شدة اليقين على ما يسمعون ويقرؤون وإذا مروا على آيات النعيم تأثروا ودعوا الله من شدة اليقين بما يعتقدونه من النعيم وإذا مروا بقصص السابقين يوسف عليه السلام ويعقوب تأثروا وكأنهم مع يعقوب في محنته وكأنهم مع يوسف في غربته وهذا يدل على قوة إيمانهم وتمسكهم بهذا الكتاب وهذا لا يكون إلا بالقلب واضح ختم الله على قلوب فلا هي تسمع القرآن ولا تسمع السنة ولا تسمع الموعظة وأشد شيء عليها ذكر الله عز وجل فوي ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله لذلك إذا أردت أن تعرف أصحابك صالحين أم غير صالحين أختبرهم بذكر الله واحد من الشباب التزم ولكن صار بين بينه عنده أصحاب غير ملتزمين يدعونه إلى النار يدعونه إلى الشهوات والملذات وعنده أصحاب صالحين يأتيهم مرة ويغيب عنهم أخرى قالوا شفيك يا فلان ما استقمت قال والله يجيكم أرتاح نرجع إلى الربع خلاص ننتكس قال له أحد الإخوة قال له اختبر جميع أصحابك الصالح خذه وغير الصالح تركه قال كيف نختبرهم قال اختبرهم بذكر الله إذا جاءوا عندك شغل إذاعة القرآن الكريم أو شغل قناة القرآن أو أنت تذكر الله قل لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله والذي يبقى جاء للصالح والذي يمشى مهو بصالح أول ما جاءوا شغل القرآن قال له واحد لو سمحت طفي القرآن قال لا قال طيب مع السلام قال هذا واحد منهم الثاني الثالث الرابع طيب ليش ما تشلس مع القرآن جاء يبقى يسولف إذا ذكر الله شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا همش لو التلفاز فيه الأخبار جلس يستمع لو التلفاز فيه مسلسل جلس يستمع لكن فيه القرآن خلاص طفه طيب ليه هذا قاعد تسمع كلام البشر أغاني مزامير تسمع عادي إذا جاء القرآن طفي ليه معناته قلبك في مرة فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله وأعظم ذكر الله عليهم هو القرآن إذا ذكرت ربك في القرآن وحده الشسير ولوا على أدبارهم نفورا الشياطين تفر وهم معهم شياطين فالشيطان جاء معك أو جاء معاه يقول لي الله لأن الشيطان ما يتحمل فإذا فيك إيمان اجلس خليش يطان روح الحالة وإذا رحت معاه أعرض ونآب جانبي جاءوا ثلاثة المجلس النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث رجال والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث يتكلم واحد من الثلاثة رأى فرجة فجلس فيها الثاني جلس في منتهى المجلس الثالث مشى مشى في مكان مشى النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم خبرات ثلاثة قالوا بلى يا رسول الله أعطينا خبرهم قال أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله شو قربه وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه وقد بيّن الله عز وجل لنا إعراض الناس الذين لا يمنوا عن القرآن قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لا تظن أن الانصراف عن الدعوة وعن الدرس وعن المحاضرة وعن الخطبة أمر هين هو صرف عن الخير لأن الجالسين لهم أربع جوائز نزلت عليه مستكينة غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة ثم يقال لهم قموا مغفورا لكم وقد بدلت سيئاتكم حسنات من لا يريد الله أن يغفر لهم أجل سمعهم ختم الله على قلوبهم فلا يمكن يسمع القرآن لا يمكن يسمع السنة لا يمكن يسمع الخير وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته طيب نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد والناس كلها تنظر إليهم في هذه الحالة استحوا يمشوا خايفين يعرفوا جلسوا فلما قضي المجلس تكلموا مع بعض يقول بعضهم البعض أيكم زادتوا هذه إيمانا؟ استفدتوا شيء من السورة اللي نزلت؟ المؤمن يقولوا نعم زادتنا إيمانا واستبشرنا وفرحنا بسورة جديدة جاءت من عند الله والباقي يقول لا والله ما استفدنا شيء نعم فعلا ما استفدوا شيء لأن الله جعل على قلوبهم كنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة العلماء اختلفوا في السمع هنا هل يلحق بالختم أو يلحق بالغشاوة لأن السمع جاء بين بين القلب مختوم عليه والبصر عليه غشاوة طيب قالنا السمع في النص الله قال ختم الله على قلوبهم عرفناها قال وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة واضح؟ طيب الآن الختم على القلب فقط أو الختم على القلب والسمع معا أو الختم على القلب والسمع والبصر والغشاوة على القلب والسمع والبصر ثلاثة أقوال للعلم قوله الأول أن الختم على القلب فقط والسمع والبصر عليهم غشاوة تعرف الغشاوة؟ تعرف الحبل هذا أو لو تأخذ وتخرجها وتلفها على الأذن والعين هذه غشاوة كل ما زادت كل ما صم فلا يسمع وعمية فلا يبصر هذه سم غشاوة إذ يغشيكم يغطيكم النعاس فلما تغشاها غطاها والليل إذا يغشى إذا يغطي غشاوة غطاء طيب الغطاء على السمع وعلى البصر وعلى القلب والختم على السمع وعلى البصر وعلى القلب هذا قوله الثالث إذن قوله الختم على القلب والغشاوة على السمع والبصر قوله الثاني الختم على القلب والسمع والغشاوة على البصر قوله الثالث الختم عليهم جميعا والغشاوة عليهم جميعا وهذا القول هو صحيح طيب ليش؟ الله قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم معنى كلهم مختم عليه ثم قال غشاوة ختم عليهم غشاوة تعني معنى ختم عليهم غشاوة طيب ليش قال غشاوة ولم يقول ختما لو قال ختم الله على سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم ختما إذن واضحة كلها ولو قال غشي قلوبهم وسمعهم وأبصارهم غشاوة واضحة لكن ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة جعل غشاوة تبين لنا نوع الختم فالختم غشاوة واضح؟ تعني معنى الختم التمام الختم التمام يعني تمم عليهم الغشاوة على قلوبهم وعلى أبصارهم وعلى أسماعهم طيب بقي معنا الترتيب لماذا قدم القلب وذنى بالسمع وذلث بالبصر لماذا الله عز وجل يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم سمع والأبصار والأفئدة هنا الفؤاد آخر شيء والسمع أول شيء في الختم جعل الفؤاد أول شيء والسمع ثاني شيء والبصر آخر شيء وبعد الأذان سنبين لكم العلاقة ما بين القلب والسمع والفؤاد والفرق بين هذه الثلاث في الدنيا وبينها في الآخر قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فيها بيان الترتيب بين المعارف ذا العلم الذي في القلب أعظم من العلم الذي يأتي عن طريق السماع لذلك العقل أساساً في القلب فبدأ به ثم ذنى بالسمع لأن السمع أوسع من البصر فالسمع لا حد له لا يحجبه الجدار ولا يحجبه الظلام قد تسمع الصوت في الظلام وتسمع الصوت بينك وبينه جدار وتسمع الصوت من كل جهة من فوق من تحت من يمين من يسار بينما البصر يحجبه الجدار ولا يكون إلا من أمام فالبصر من جهة والسمع من جهات والقلب يتجاوز هذه الأشياء المحدودة إلى الأشياء الغير محدودة فيدرك القلب الأمور الغيبية فيؤمن بها أنه في جنة وفي نار ويتصورها ويعتقدها بينما قد لا يدرك ذلك ببصره ولا يسمع بأذنه تفاصيل كل شيء فأصبح القلب هو النعمة الأولى والله أخرجكم بطن مهاتكم لا تعملوا شيء ويجعلكم السمعة والأبصار والأفئدة لأن القلب هو الجامع للمعلومات التي تأتي عن طريق السمع تفكراً أو عن طريق السمع تدبراً أو عن طريق البصر تفكراً ويتفكرون في خلق السماوات الأرض طيب بيّن الله عز وجل الفرق بين هذه الوسائل في الدنيا وبينها في الآخرة فمثلاً الدنيا أول شمتنا علينا به السمع والله وقراشكم بطون أمهاتكم لا تعلمون الشيء وجعلكم السمع والسمع مفرد والأبصار متعددة والأفئدة متعددة طيب لماذا؟ أفرد السمع سمع وعدد الأبصار وعدد الأفئدة بينما في الآخرة قدم البصر على السمع قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل بينما في الدنيا كان يقولوا ربنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لو رجعنا إلى الإنسان نجد أن الإنسان فعلاً يسمع قبل لا يبصر يسمع وهو في بطن أمه أثبتوا أن الإنسان في بطن أمه يسمع فإذا أولد يسمع تكبر في أذنه تؤذن في اليمنى وتقيم في اليسرى يسمع لكن لا يبصر مغمض عينه ثم بعد ذلك يأتي البصر ثم بعد ذلك يأتي العقل فهو يسمع ويبصر لكن لا يعقل والقلب مكان العقل قلوب يعقلون بها فكانت النعمة الأولى سمعاً والنعمة الثانية بصراً والنعمة الثالثة عقل طيب الذي لم يستفد من سمعه ولم يستفد من بصره لا يستفد من قلبه وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم هنا قال تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم طيب لماذا لماذا ختم الله على قلوبهم ولماذا جعل على أبصارهم غشاوة لأنهم هم أصلاً لا يريدون فالله عز وجل علم أن هؤلاء لا يريدون الهدى وأنهم لا يحبونه لأن الله عز وجل عليم بذات الصدور إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتيكم خيراً فالمسألة مسألة قلبك ماذا فيه بإرادتك الله لا يظلم أن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكون حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجراً عظيماً فبواه يهودان أو ينصران ومجلسان لكن مع ذلك إذا جاء الدين إذا جاء الداعي إليه وأراد الله هدايته شرح صدره أزال كل ما وضعه آباؤه وأجداده على قلبه من ركام الشرك وغيره فإذا به ينطق كلمة التوحيد ويدخل في الدين كحال المشركين الذين كانوا مشركين قبل أن يسلموا وحال اليهود الذين أسلموا والنصارى الذين أسلموا كل أولئك كان على قلوبهم غشاوة فأزالها الله كان على قلوبهم أكنة فأزالها الله لأن الله عز وجل على كل شيء قدير لكن من لم يرد ولم يرغب وبإرادته أن يبقى على ما هو عليه فهذا يبقى على ما هو عليه ويجعل على قلبه الغشاوة وعلى سمعه وعلى بصره فيسمع كل شيء إلا الدين ويهتم بكل شيء إلا الدين سواء عليه ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ليش؟ إنما تنذر من يتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم لكن من لم يؤمن ولم يتبع فكيف يغفر له وكيف يدخل الجنة فيبقى حاله على ما هو عليه لأن القلب ليه هو أصل الهداية عليه الغشاوة لهذا يبقى سؤال مطروح لماذا إذن يدعوهم النبي صاصل ليش توجه لهم الدعوة أصلا ما دام أنهم ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وما داموا لا يؤمنون إيش فائدة من دعوتهم الفائدة إقامة الحج معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون وحتى يوم القيامة عندما يقال لهم هل جاءكم من نذير يقولوا نعم بلى قد جاءنا نذير فكذبنا فيكون الاعتراف منهم على أنفسهم والله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسول ولهم عذاب عظيم هذا العذاب العظيم في الدنيا وفي الآخرة كيف في الدنيا وفي الآخرة العذاب العظيم في الدنيا هو بحج بهم عن الله وعن ذكره كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فعدم ذكرهم لله حجب وهذا الحجب عذاب لأن لذة مناجات الله ولذة دعاء الله ولذة عبادة الله في الدنيا عظيمة وهي أعظم لذة وأعظم نعمة ولذة مشاهدة يوم القيامة أعظم نعمة وأعظم لذة ومن لم يجد اللذة الأولى في الدنيا بمناجاته لا يجد اللذة الآخرة في الآخرة بمشاهدته جل جلاله فهو هنا في الدنيا الكافر على قلبه غشاوة وعلى سمعه غشاوة وعلى بصر غشاوة ومختوم عليه نجعلنا على قلوبهم يكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرى وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا لكن مع ذلك ادعوهم ليش تدعوهم؟ ما عذر إلى ربكم طيب سؤال جميل يقول ما الفرق بين الأكنة والران والغشاوة الران هو أول شيء ويحدث بسبب السيئات قال تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وقال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته سيئة وحدة ظلمة سيئتين ظلمة زيادة ذلاثة ظلمة زيادة حتى يحيط الظلام بقلبه فإذا أحاطت الظلمة بقلبه لا يبصر قلبه شيء عندئذ يحيط ظلام بسمعه فلا يسمع شيء يحيط ببصره فلا يبصر شيء فيصبح يعيش وهو أصم وهو أعمى وهو أبكم صم بكم عمي عندئذ ينتقل إلى درجة الكنانة نجعلنا قلوبهم في أكنا نجعلنا على قلوبهم أكنا وقالوا قلوبنا غلف مغلف بل طبع الله عليها طبع بمعنى ختم إذن هذا الختم والطبع والغلف يؤدي إلى الإقفال تمام الإقفال ولهذا قال تعالى فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إذن عندئذ هذا القلب يحكم عليه أن نميت لأنه لا يتحرك لأنه لا يعمل شيء بينما القلب الحي في نور في حياه هذا القلب يتأثر إذا سمع الموعظة اهتز تقشعر منه جلود الذين يقشون ربهم ثم تلينوا جلودهم وقلوبهم أما لأك القلب الثاني قاسي لا يلين أبدا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فإيك العجارة أو أشد قسوة لكن القلب القاسي ليس فيه من الرحمة شيء وهذا القلب اللين كله رحمة فبما رحمة من الله لنت لهم لأن قلبك ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضه من حولك واضح هنا بالنسبة أيضا لقلوب المؤمنين ليست في البداية على حال واحد أول شيء يحصل لقلب المؤمن هو الإخبات فتخبت له قلوبهم والإخبات هو اللين والسكون ثم هذا السكون يكون بعد الطراب قلب يبقى مضطربا متقلبا حتى تنزل السكينة سكينة إذا نزلت في القلب سكن قال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليش؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانيا طيب نزلت سكينة في القلب وسكن القلب وأخبت وزاد الإيمان إيش يصير بعدها؟ يصير بعدها لطمئنان الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب بعد لطمئنان يأتي النور فيمتلي القلب نورا وعندئذ تفتح البصيرة فيصبح الإنسان عنده في رأسه وعنده في قلبه مفتحة يعني أقفال قلبه إذا سمع الآية فهي من منها ما لا يفهمه غيره ولهذا قال تعالى فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قلوب الكفار مقفلا لا تفهم القرآن نجعنا على قلوبهم أكنة أن يفقوا قلوب المؤمنين مفتح وكل على حسب إيمانه فإذا سمعوا القول لأن يستمعون القول فيتبعون أحسن عرفت هذا بالنسبة لأحوال قلب المؤمن وهذا الكلام كله مبني على مسألة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لما كان هدى للمتقين بيّن لناسر الهداية وأن هذه الهداية فعلا من الله لأن القلوب لا يملكها إلا الله وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه من يهدي الله فهو المهتد إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أما الكافر فقلبه أيضا بين أصب عين من صابع الله فإذا أزاغ الله قلبه عن الإيمان لا يؤمن أبدا ولهذا قال أهل العلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فلو أزاغ الله قلوبهم لكفر بعد إيمانهم طيب بعد هذا نأتي في الدرس القادم إن شاء الله للصورة الثالثة وهم المنافقون أعاذنا الله وإياكم من النفاق وهم الذين وصفهم الله في هذه الآيات المتتالية ثلاثة عشر آية يقولون بأفواهم ما ليس بقلوبهم ومن الناس من يقولوا أمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين سأتي لذلك في بيانه إن شاء الله في الدرس القادم هنا سؤال قبل النهاية يقول هذا السائل في بعض الناس من بعد صلاة الفجر يقوم بالرياضة المشي داخل المسجد ومن بعد صلاة العصر يفعلها إلى غروب الشمس فهل هذا الفعل صحيح هذا يسأل عن اتخاذ المسجد مكان للمشي بعض الناس إذا جلس أتها النوم فيمشي ويقرأ فأنت أحسن الظن بدلاًا أن تقول رياضة المشي هو المشي ليس بحرم لا في المسجد ولا في غيره لكن قل أنه يدافع النوم ويمشي ولا شيء في ذلك سواء كان بعد الفجر أو كان بعد العصر أو كان في أي وقت مدام يمشي ويذكر الله فلا شيء في ذلك لكن لو اتخذ المسجد مركز رياضي يعمل فيه ألعاب الرياضية فالمساجد لم تبنى لهذا ولا ينبغي هذا في المسجد أما إذا كان يمشي ويذكر الله فلا شيء في ذلك في أي وقت كان نعم هذا السائل عن الرؤية يسأل بعد الصلاة إن شاء الله أسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته وكلماته أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة والتفرقنا من بعده تفرقا معصومة اللهم إنا نسلك الهدى والتقى والعفافة والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفايتها ميهما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم إنا نسلك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة والخير كله أوله وآخرة عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم هذا سائل يقول أو سائلة تقول أنا امرأة عمرت خمسين عام وعاني في السعي بألم في باطني الرجل أكره أن يسعى بأحد بعربة أو عجلة أسأل هل يجوز أن ألبس نعال جديدة في السعي وإذا يجوز ما نوع النعال ألبسي ما شئتي ويجوز أن تركبي على عربة النبي صلى الله عليه وسلم طاف وسعى على ناقته القصوى فيجوز أن تركبي عربة ويجوز أن تلبسي نعال بشرط أن يكون النعال طهر وتصلي فيها وتطوفي بها وتسعي بها غفر الله لي وليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته